هذا أكد وزير شؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس تعبر عن تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في هذه الظروف الصعبة وتظل على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم والممكن لمساعدته على تجاوز الأزمة وقال بوريطة خلال مشاركته عبر تقنية المناظرة المرئية في اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول الوضع في السودان قال إن المغرب الذي تربطه بجمهورية السودان علاقات أخوية راسخة يثق في قدرة وحكمة الشعب السوداني على اختلاف أطيافه على التوصل إلى التوافقات الضرورية الكفيلة بتعزيز أسس مسار سياسي يمكنهم بنصون أمن بلدهم واستقراره ويتجاوب مع احتياجاتهم التنموية كما شدد الوزير على أن أولى مفاتيح الحل السياسي في نظر المغرب تكمل في إرساء ثقة متبادلة بين الأشقاء والدخول في حوار بناء للوصول إلى سلام مستدام ينعم فيه الشعب السوداني والشقيق بالأمن والاستقرار ورخاء وقال بوريطة إن المملكة المغربية تعرب في هذا الصدد عن ارتياحها للخطوات البناءة التي اتخذها الطرفان نزع في اجتماعات جدة بوسطة سعودية وأمريكية لتيسير وصول المساعدات الإغاتية للشعب السوداني وكذل اتفاق الهدن بتاريخ العشرين من ماي الجاري مع إرساء آلية دولية لمراقبة احترامه والذي نأمل حسب تعبيري في أن يسمح للمدنيين بالحركة ووصول المساعدات إليهم